برحب بجميع المشاهدين وبضيفتنا الممثلة المتعددة المواهب ريتا متري ريتا تشارك حاليا بعمل درامي جديد بدأت تصويره من أيام قليلة بعد مشاركته في رمضان 2017 بمسلسل ورد جوري ريتا أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحراس عايدين جدا بوجودك معنا مرسي وأهلا فيك ريتا خبرنا شوي عن أجواء العمل الجديد عن أجواء المسلسل الجديد قد ما فيك تخبرنا أوكي هلا ما فيني كتير أفتح عنه بس فيني أقول أنه شركة إنتاج كل العالم تعرفها وصارت بمرتبة كتير عالية بالإنتاجات الدرامية خاصة أخير ثلاث سنين الأبطال ما بعرف إذا فيني كتير أفضح بس يمكن لأول مرة تشوفوهم مع بعض بزيت العمل أبطال كتير أثروا بقلوب اللبنانية برمضان 2017 ما فينا نعرف مين هن الأبطال بعد أعمار شلاء واحد منهم ريتا حايق وريتا حايق مهضومين أكيد سير رح يكونوا مع بعضهم طيب فينا نحكيك سريعا عن دورك شو رح يكون ما كتير فيني أحكي عنه بس فيني أقول أنه ما خصوا بالأدوار يلي أخذتها بال أوكي له علاقة بـ دور حلو كتير يعني كمان له علاقة بالمرأة وفي… المشن طبعة بالمجتمع ريتا بشو اختلفت لحد اليوم هالتجربة عن تجربة ورد جوري؟ دايما كل تجربة بالأدوار التمثيلية في المرة عندها التحدي بتأثر بالمجتمع المرة اللي بتحب تعمل تغيير بالمجتمع هيدا الپون كومان كان بين كل أدواري بس هيدا شوي أروأ من الأدوار اللي أخدت قبل نحن على كل حال عم نشوف كمان مباشرة بالويندو دورك قدام ممثلة القادرة أكيد رولا حمادي ريتا كيف بالإجمال كيف تختار أدوارك؟ الفكرة أنه دور بيختارني وأنا بقتنع فيه لأنه بيشبعني شوية لأنه هلأ الأدوار اللي أخدتها فيها برسنتج شبه لإلي يعني مثلا بيولعاني دور جهاد دور البرسونال ترينر الأوين دافع عن المرأة اللي عندها لياقة بدنية أكتر من الرجال مصبوط ما كان هالتحدي الفيزيك لإلي لأنه دي جاكن المؤهلات كانت بديها المخرج كانت موجودة بالنسبة لإله بس المعنفة كمان أول مرة بعمل لهاك دور طب رح نحكي كمان عن السينما مطولا تحديدا ورد جوري شو أثر فيك الدور المحامية اللي عم تدافع عن كمان امرأة عم تدافع عن ابنها المتهم بجريمة قتل تعرفي أثر فيي وبغيري لأنه صعبة بنت حال في يمين وبتخفع حالها توقف ضد صاحبتها يلي هي وياها كبرو سواء بتدافع عنها وعن شركتها وعن أعمالها صعبة تتخلى عنها كانت كان شوي مشانط بالأول العالم ما كتير أنه ليه عم تعملي هيك يا سئيلي أنه ليه بديك أنه تبرتلي وكذا أنه هالأمور تحت الطولة صعبة نحط كنت بهيك ما وقف بين أنه حلفت يمين وأنا مع القنون وبين أنه بدي وقف مع صاحبتي وشو بدي بالقنون والأصدق كانت حلوة كتير أكيد الحمد لله سينما والعاني كمان العالم كمان حبتك بالدور دور جهاد الصبية القوية إذا فينا نقول كمان هون التجربة شو عطتك تجربة والعاني عطتني إرهاق تحت الشمس خليل شهر ونصف كتير اشتغلنا بي كوندشنز صعبين لأنه كان شهر أغسط سنت الماضي بقاب عطتني تحدي مع نفسي أكيد دايما كل أدواري فيهم تحدي بحب اشتغل مثل أكتينغ يعني بفوت بالكاركتر بعرف شو بتحب شو بتلبس شو بتعطي أرفان شو بتأكل بفوت بالكاركتر بس ما كتير كانت بعيدة عني كانت بتشبه ريتها بالحيات ريتا أنت تلميزة أوديوفيزيوال اليوم بتعتبري كممثلة وكتلميزة بالإخراج خلصت أكيد وهلا بنحكي كمان عن الإخراج اليوم السينما اللبنانية صارت تقريبا إذا فينا نقول على خارط الفن السابع بتصور أنه فينا نعتبرها صارت إيه لفلز الإنتاج صارت كتير عالية خاصة إذا لحظتي على آخر سنتين ثلاثة إيجل فيلمز عاملت أدفنشوري فيلمز برهنت أنه إنتاجيا فينا نوصل لمراحل حلوة وصار عنا كسافة بالإنتاج كمان كسافة كسافة وصار في جرأة كمان إن كانت من ناحية السيناريو أو التمثيل أو الإنتاج يعني عم بيخدوا ريسك عم بيحطوا إنتاجات كبيرة وبعتقد العلم لاحظت هيدا شي إنه